اشتركوا في القناة انا اعطيك الجواب كما يقال الجواب جامع مانع فاقول اذا كان الذي يقرأ القرآن هو ولد للمتوفى سواء كان ابا او اما فهذه القراءة تنفع اما من سوى الاولاد فلا تنفع قراءتهم غير الابوين كما ذكرته انها فالزوجة اذا طلعت برة لكن بلا شك انت كزوجة مصابة بوفاة زوجك فباستطعتك انك تدعيره انه ان كان محسنا فربنا عز وجل تزيد في حسناته وان كان موسيئا فربنا اتزاوز عن سيئاته دائما يعني تذكريه بالخير وتزيد بالخير اما انك تقرأ وتوهي بثواب القراءة للزوج خلاص انقطع عمله كما ذكر في الحديث السابق وتمام هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له اشتركوا في القناة